السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي اليوم ان شاء الله غنشارك معكم فطور بلدي اقتصادي ساهل وصحي وكي قوي المناعة غنشوفو ان شاء الله حسوها بتوابل والعشوب وغنشوفو كذلك حرشة اللي غدا نوجدوها بإيلان وطمر كجيل ديدة بزاف وصحية اتمنى ان شاء الله غير نشجعكم بهذا الفيديو هادا توجدوه في هاد الويكيند هادا ان شاء الله استبتوه لحد وتفضلوا معي بجتفو تفاصيل الفيديو هنا قبل في الليل رقدت واحدة ربعا دي الكيسين عامرين دي البلبولة المتوسطة مش هنرقيقها المتوسطة من بعد ما ترقدت الصباح فاخديت منها تقريبا شي كاس ونص لانا فشكت ترقدرها كيتضعف لها الحجم ديانها غدا نديرو هنا يا غير بالمبارد نبدأها بالمبارد كتوصلوها مزيان بطبيعة الحال هنا غندير واحد البصلة غنديرها صحيحة ممكن تحكوها تحكوها مش يطحنوها لطحنتوها كتلق المرورة هنا غند ندير الثانوج والحلبة والمليحة والكوركم والزنجبيل وحتى نسيت لي على اسميته حب الرشاد حب الرشاد سوف نديرها كل شيء الطيب على خاطره ضروري 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 تخليوا الحسوة الطيب 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 خاصها الطيب مزيان مهم هذا الحرشة اللي بقى لي من البلبولة اللي بقعت او تشيشة قدرت لي هنا زيت لي واحد تقريبا كاسة ديال ايلان حرشة بايلان كتجي بنينة بزاف بزاف خاصة انه محمر يعني حمصته من قبل خليت واحد شوية باش نقرس به بالنسبة للتمر هنا عندي تقريبا شيء 18 حبه هكي جيل التمر مهم كتديروا القياس اللي بغيتو على حسب انتو ما وش بغيتوها جي حلوة او لا هنا هذو توابيل الخريف اللي كنت شاركت معاكم ممكن تديروا غير شوية القرنفل والقرفاكي جيو مع التمر المليحة بطبيعة الحال ضروري كتديروا الملحة والخميرة البلدية اللي كتكون مفاعلة باش هكذا ما تخلي واش خمر بزاف يعني بما طابت الحسوة عاد غنطيب تقريبا شيء ساعة سوف نعجنها غنزيت زيت البلدية تقريبا شيء ثلاثة المعالقات هكا كدير زيت البلدية كافين ومن بعد مني غات تاكلها تقدروا ربغيتو تزيدوا زيت البلدية ممكن تزيدوا نعجنها وغدا نخليها ترتاح كيف قلت لكم بساعة يعني بما طابت الحسوة وصفي وعد غنطيب فاهيا نخليها حتى الاخر لحظة ولكن خاص ضروري يكون ذاك البلدية ديالكم او تشيشة تكون مرقة دليلة كاملة وتكون بطبيعة الحال خميرة مفاعلة باش ضغياتها تعطي المفاول دياله طافي هناك كيف قد لكم ذاك شوية ديال إيلان اللي اخذيت غير باش ننقرس به ممكن ديرو تزيدوا حتى الزنجلان كيزيد واحد الماضاق مهم ذاك إيلان فصراحة من تتغسله كيف شاركت معاكم كتغسله كتحمصه عندكم شوية الخدمة واحد المرة ولكن بعد ركي بقى عندكم كتغسلوها كاف الوصفة كيعطي واحد النكهة يعني بالإضافة بإضافة المكونات الصحية اللي فيها كيعطي حتى واحد النكهة مميزة بزة بزة طافي من بعد ما قرستهم غدا آآ غدا نزيد شوية نرش ديال اللي من الفوق وآآ شوية ديال زنجلان لها تشغل اضافات يعني لابغيتور ممكن ديرو حتى زرعت الكتن الابغيتور بالنسبة للحسو وارح تهيارا كل واقعا كل ما رأي كيف كان وجدك نحاول من نبدل ما مش دائما يعني كن ديرها هكذا كل ما رأي كيف كان ديرها غر هي هنا احملين بعد ما طابت غنزيد لها هنا يا السمن طبيت الحال ديالو داك السمن يكون ما مجهدش بزاف باش ما تجيش النكهة يالو قوية بزاف هنا هذا يالله كي يجي هو هذا كتن طفاعة كنزيدو ممكن زيدو حتى الزعفران الحر يلا بغيتو في هاد الحسوه هادي الحسوه كنحاول كيف قد لكم ببدل كل ما رأي مبدل كل ما رأي كن وجودها بطريقة مختلفة هكا مطلعش في الراس اصلا انا بكري ما كوتش كن بغيها الحسوه احسا وليس كان نوع فيها وعرفت المنافع ديالها عد تبديد كن نأخذها هنا رأي بغيتو تقدروا تزيدو حليب اللوز كي يجي معها زوين انا ما درتوال ودرت غير زيت البلدية ذيك البصيلة اللي كتبقارة تقدروا تقطعوها واللي بغي ياكلها خاصة لضربوا البرد هنا بغيت نوريكم بالنسبة الاخوات اللي بغي ويشوفوا اتي اللي كنستعمل حاليا هو هذا موقيتش عقلة مني نشريتو للاسف موقيتش عقلة مني نشريتو مما هو لبليكم راح بزيان ما في حتى شي حاجة زيدة غير اتي وجودة ديالو ازوينا صافي كنزيد انا غنضير اتي بفليو اليوم غنغسل هاد اتي بالفليو كنغسلهم غير بالمبارد وعيد غنضيرهم في المطيب المطيب كنضير غير كنطيبو غير تسعين درجة هكت ما يكونش طيب بزاف صافي وكندا غدا ننزل الحسوة كيف قلت لكم الشرط هو انها خاصة الطيب مزيان 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 هكتا كنت هدم لكم بسهولة لانه لا خليتوها بقى ما طيباش مزيان تقدر ما تقدر تعسر لكم في الهضم عندي لكم عسر الهضم خاصة باش كتتهدم بسرعة حتى مني كترقدوها ليلة كاملة حسن من ما كتدروا لي حال ما طيب الا غسل لا رقدوها ليلة كاملة كتتخلصوا من ذاك الماء كتغسلوها وكتخلصوا من واحد نسبة كبيرة لدي الله سيد فيتيك وبالتالي يعني كتتهدم بسهولة خاصة لو اللفتول وليدتي يشربوا هذا غير بدلوا ليهم متقاش دائما 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 مرة ديرها بيضاء مرة صفراء مرة حمراء مرة كلها مرة تبدلوا باش هكا مرة ديروها حلوة باش هكدا يتعجبهم ما طلعش ليهم فالرأس يعني نبدلوا مثلا جمرة في سيمانة ولهذا نحاولو نديروها سا في اتينا غدا ننزله هنا وغدا نوريكم ان شاء الله في الاخر الحرشة كيفاش جاءت هل قطعها معكم في الاخر انا ما حطيتها كاملة حطيت غير النص ديالها والنص انا غنوريه لكم دير صغير حريشات صغيرة وورين باديك المقلة يجيون قادي يجيون محيم مرين غا ما خذتكم ش تجاهدوا عليهم بزاف خصة تكون العافية متوسطة باش ما كيتحمروش بطرع لانا فيهم التمر ممكن إلا بغيتوش مرة انسا نعمرهم التمر تقدروا تعمرهم التمر تعمرهم بالشريحة انا فيتا شاركتهم معاكم بالشريحة والزيتون انا كنحاول نغير وصافي ها كيفاش كيجي وكيجي وزوين هنا انا قربت لكم كاميرا احنا باش تشوفوا ومعا كترطبوهم اللي كتكون مرطبة افضل بكثير لا من ناحية الصحة ولا من ناحية الماضاق ولا من ناحية حتى الاشتغال ديانا من اللي كم بدون تشتغلوا بهذا البلبولة اتمنى ان شاء الله انشجعكم هاد الويكان وجدوا هاد الوصفات تقدروا تزيدوا معاهم السيمنات اللي بغيتو وتقدروا تزيدوا حتى البيض اللي بغيتو ان شاء الله و الى فيديو جديد ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تغذية ودائعه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة